مرحبا حضراتكم مرة تانية بكل تأكيد لجنة التعليم في الحوار الوطني عندها مجموعة من الملفات الهامة اللي بتخص تحسين جود التعليم وتدعيم التعليم الفني ودوره في المجتمع ده هي جمانة ويمكن جلسات الحوار الوطني اللي احنا تبعناها بتقول ان فيه جديد بيحصل اللي احنا فعلا كنا محتاجين نقاط علشان خاطر يعني نناقش كل واحد عنده قضية كل واحد عنده ملف مهتم به يقدر اللي هو يضيفه واكيدا نشوف اضافات كتيرة في ملف التعليم تحديدا لانه ملف في غاية الاهمية وملف نقدر اللي احنا نصنع منه مش بس الحاضر لا المستقبل كمان ونقدر اللي احنا ننهض نهضة يعني تساوي نهضة الدول المتقدمة من خلال هذا الملف تحديدا بكل مرحله سواء على مستوى المناهج او اساليب التقييم اللي بتعتمد على او بتعتمد على الفهم والاستعاب والمعرفة ليس الحفظ والتلقين ويمكن احنا بدأنا اللي احنا نخطو خطوة جدة تجاه هذا الاسلوب تحديدا المتبع في اغلب الدول تحديدا خلونا نعرف تفاصيل اكتر من خلال دور دفنا الدكتور محسن فراج استاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة عين شمس اني منورنا في الاسودية صباح الخير يا دكتور صباح خير يا فمن اهلا لسعودة خير يا فمن طيب في البداية ونحن نتكلم عن ملف التعليم تحديدا وواحد من الملفات الهامة جدا 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 دايما على اولوية الدولة احتمامات الدولة المصرية ونحن نتكلم عن هذا الملف تحديدا فيه حاجات كتير قوي محتاجين نحن نشتغل عليها في البداية لما بدنا نتكلم عن هذا الملف ونفتح هذا الملف اهم النقط اللي كان لازم نحن نبدأه نشتغل عليها كان ايه يعني في البداية طبعا هو شيء جاهد جدا أن يكون للتعليم قضية كقضية أمن قومي أولوية في أجندة الحوار الوطني ويخصص في المحور المجتمعي لجنة للتعليم نظرا لكثير من التحديات اللي ممكن تواجه التعليم في مصر خليه ربما متراجع عن مستوى التنفسية العالمية صحيح أن أحرازنا خطوات خلال السنوات الأخيرة تقدمنا عدة مراكز لكن طموحات المجتمع المصري تجاه التعليم أكبر من كده بكتير بتواجه التعليم تحديات كثيرة يعني لا تخفي على أي متابع مرحلة التشخيص ربما يعني كل المجتمع المصري يدرك ويلمس أن هناك تحديات ومشكلات وصعوبات في التعليم فعلينا أن نعطيها أولوية وأهمية في أجندة الحوار الوطني وأظن أن هناك جلسات ستتم في الأسبوع الثاني من الحوار الأسبوع الذي سيبدأ من باكر إن شاء الله يوم الحد إن شاء الله بإذن الله يعني يوم الثلاثة أظنني من 25 مايو في جلستين للتعليم قبل الجماعي فمهم جدا أن يكون فيه تحديد واضح لعلاج والخطة اللي هنتجاوز بيها تلك التحديات طيب وإحنا بنكلم يا دكتور على التعليم يمكن تابعنا من خلال الجلسات الماضية فكرة ارتباطه بعدد كبير جدا من الملفات وعدد كبير جدا من المحاور وفي القلب منها بالتأكيد المحور الاقتصادي وهنا بنكلم على التعليم الفني إزاي أقدر لنا أنهض بهذه المنظومة التعليمية وربطها بسوق العمل بشكل مباشر أقدر لنا أقدم كوادر تقدر اللي هي تنهض بمصر اقتصادي يعني طبعا التعليم الفني ظلم كثيرا في مصر خلال عقود كثيرة يمكن النظرة المجتمعية للتعليم الفني والمهني نظرة متدنية أو بمعنى صحة يعني فيها فارق عن التعليم العام والتعليم الخاص صحيح ثقافة مختلفة يعني نتجاوز هذه النظرة المجتمعية اللي بتنزل للتعليم الفني والمهني على أنه أقل شأن من التعليم العام دي واحد من أهم المشكلات اللي المفروضة أن نغير فيها ثقافة المجتمع وثقافة الطلاب الأمر الثاني أن الإمكانات اللي المفروض بتتاح للتعليم الفني وتعليم جيد يجب أن تكون أكبر من كده بكتير هو صحيح أنه بدأ يبقى فيه اهتمام وبقى فيه استراتيجية لمحاولة تطوير التعليم الفني والمهني ونوع من التحديث لمدارس التعليم الفني وتحويلها إلى مدارس تطبقية تكنولوجية دي خطوة على الطريق لكنها مش كل شيء لأن طبعا تعليم الفني وتعليم المهني مكلف لغاية محتاج إمكانات لوجستية وبنية تحتية كبيرة يجب يعني توفير مخصصات لها وفكرة أن نتبنى التعليم المزدوج الذي يدمج ما بين التعليم النظري والتدريب والتطبيق دي فكرة جيدة جدا يجب التوسع فيها وتوفير إمكانات أكثر له أيضا تعليم الفني هو عصب الاقتصاد وبالتالي علينا أن نعيد منظومة التعليم الفني والتدريب المهني بحيث أن ننظر للمستقبل إيه هي المهارات المطلوبة إيه هي الاحتياجات الشخصية والمجتمعية اللي المفروض توفر في البرامج والمناهج الدراسية يعني مراجعة شاملة لمناهج الدراسة في التعليم الفني والمهني وبرامجه بحيث أن يكون لها معايير للجودة تتفق مع المعايير الدولية والعالمية في عدة عوامل يا فندم هي اللي بتحدد منظومة التعليم جودة منظومة التعليم بشكل عام منها جودة المناهج جودة المدارس طرق التقييم حتى طرق التعليم في حد ذاتها عوامل كتير جدا لازم نحن نشتغل عليها إحنا دلوقتي في مصر إحنا بالفعل ابتدينا نقطو خطوات جدا في هذا الملف لكن ما زال أمامنا الكثير من التحديات بكل تأكيد خاصة في ضل الزيادة الكبيرة في العدد السكاني المصرية الزيادة السكانية الكبيرة أهم التحديات يا فندم الموجودة دلوقتي بما أن حضرتك يعني أستاذ في المناهج وطرق التدريس أيضا إين التحديات اللي بتوجهنا الآن اللازم نبدأ أن احنا نعمل على حلها فورا زي ما يعني زي ما حضرتك تفضلتي التحديات كتير تتعلق بالمناهج تتعلق بكسافة الفصول والطاقة الاستعبية للمدارس محتاجين طبعا زيادة في عدد المدارس ولعل الأنصر الأهم والأخطر في هذا الأمر هو المعلمين دي نقطة مهمة جدا طبعا من التعليم الفاني ضروري جدا أن احنا نعتني بهم ونضع استراتيجية وخطة لإعدادهم بحيث يعني يستوعبوا التوجهات والأفكار الجديدة في كافة عناصر عملية التعليم يعني تطوير المناهج واحده لا يكفي فكرة أن احنا يعني ممكن نطور مناهج لكن يعني بقى فيه عناصر أخرى بتفتقد لفكرة تطوير لعلم الأهمها المعلمين يجب أن يعني يغضع تدريب المعلمين لخطة واضحة وتاخد وقتها بحيث تستوفي معايير الجودة في تدريب على المحتوى التدريب على الأهيزة طب بجانب التأهيل يا فندم ايه كمان اللي يحتاجوا المعلمين بالنسبة لإيه؟ بجانب التأهيل يعني يا زي ما حضارك قلت من أهم العوامل هو المعلم ده بكل تأكيد ايه أهم العوامل لازم تكون موجودة مثلا على سبيل مثال البحث العلمي الباحث لازم يكون جوء المناخ العام حواليكم وهي أنه يقدر يشتغل المعلم أيضا نفس الفكرة تمام فيه تجربة دولية بتنفسه أكتر من دولة ومن بينها مصر اسمع تجربة مدارس ستم مدارس ستم يعني في مصر التجربة طبقت على مدارس المتفوقين كنوع من التجريب لكن تعليم ليس مخصص المتفوقين فقط لما يعني هو ممكن يبقى نموذج يمكن أن يحتزى به في التعليم العام والتعليم الفني مدارس تم فكرتها بتدمج ما بين الأربع مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات الفكرة أنه هو مش فيه يعني مش بتقوم على مناهج بشكلها التقليدي في فكرة شرح الدروس أو الموضوعات وتدرسها بشكل تلقيني وتقييم في شكل امتحانات لا بتتجاوز هذه المنظومة أو هذا الشكل التقليدي إلى فكرة إعمال العقل وإكتساب المهرات مشوعات تخرج والتكامل ما بين العلم والتكنولوجيا والرياضيات ولازم يكون فيه مشروع الطلاب بينتجوه المشروعات دي بتنتظم حول ما يسمى بالجراند تشالينجز أو التحديات الكبرى التي تتواجه المجتمع على مصر زي مثلا مشكلات الطاقة مشكلات الكسافة السكانية مشكلات المجتمعات المهمشة مشكلات التلوث إلى آخره فالولاد بيتعلموا في هذا النموذج من التعليم أنهم يوظفوا معلوماتهم ومهاراتهم البحسية ومهاراتهم العلمية ومهاراتهم الشخصية والاجتماعية في محاولة أنهم يعني يوجدوا نماذج على مستوهم طبعا لحل هذه المشكلات بيمارس فيها كل أنواع المهارات صحيح وحضرتك حدرتك تكلم على مدارس النموذج ده شفناها رؤى العين تحديدا كمان وشفنا النماذج المشرفة اللي بتخرج من هذه المدارس شفناها فيه افتتاح سهاج الجديدة يعني أثناء تفقد السيد الرئيس لإحدى المدارس فيه مدينة أو محافظة سهاج تحديدا سهاج الجديدة وشفنا قديهم عندهم عقل وعندهم إبتاع وعندهم رؤية وزي يتغلبوا على التحديات اللي موجودة لكن يمكن سؤال جمعنا هنا تحديدا مش فكري بقى الارتقاء بالتلاميذ الارتقاء أيضا الفكري للأساتذة وإحنا عندنا حاجة مهمة أوي هنا في مصر دلوقتي الأكاديمية الوطنية للتدريب والتأهيد إزاي نقدر إحنا نستفيد بهذه الأكاديمية لصالح المعلمين أنفسهم أنا كنت أبدأ مثال لنموذج اللي بيتم في مدارس سيستيم باعتبار كيف يعمل المعلمين مع الطلاب في هذه المدارس يعني بيعملوا إزاي بيبقوا برضو فريق متكامل من المدارسين من زوج التخصصات المختلفة في الفيزياء وفي الرياضيات وفي الكيميا وبيبقى فيه نوع من التخطيط المشترك وبيبقى فيه نوع من التدريب على كيف ينموا المهارات لدى الطلاب المهارات بأنواعها عملية التقييم فهنلاحظ هنا أن كل الممارسات التعليمية اللي بيتم في هذا النموذج بيبقى محورها وأساسها هو المعلم فإحنا ممكن هذا النموذج وأظن المدارس التطبيقية التكنولوجية بتخطو خطوات في هذا الاتجاه فكرة الدمج مش كل الأسادزة قادرين على طلقين وتعليم مش عاوزين نقول طلقين ما لأن إحنا بعيدنا عن طلقين لكن تعليم الطلاب بهذا الشكل وهذا النمط مش كل الأسادزة مؤهلة طبعا إحنا كلنا اتربنا على عياد أسادزة أفاضل ولهم كل الاحترام والتقدير لكن أنا هنا بتكلم على أسلوب مختلف في الدراسة عكس الأسلوب الذي يعني أتبع أو كان متبع لسنوات وصالح حضرتك محق تماما في هذا الأمر في فكرة إعداد المعلم من البداية من قبل ما ينزل لسوق العمل والمدارس مهم جدا وده طبعا بدأت كليات التربية والمجلس الأعلى للجامعات والبرامج المعنية بإعداد المعلمين إن يبقى فيه تطوير لهذه البرامج بحيث تلبي الاحتياجات الجديدة والمستحدثات في مجال التعليم العام وفي مجال التعليم الفني لكن إحنا عندنا قطاع كبير جدا من المعلمين يمارسونا للمهنة دول محتاجين طبعا لتنمية بقى مهنية بشكل جديد ببرامج تدريبية مركزة على الفعاليات والآليات اللي هي لها علاقة بأفكار التطويرية الخاصة بتطوير التعليم الفني وده لا ينتقس من أحد لا بتأكيد لا يطول الوقت فيه تطور وفيه اختلاف ده أسئل بكل تأكيد كل المجالات بتشهد تطوير في مجال الطب في مجال الزراعة في مجال التعليم والممارسين الحالين للمهنة بيخضعوا البرامج تنمية مهنية وتطوير ورفع للكفاية وللأداء في كل المجالات سأفهم حديك فاندم أن كل المعلمين مدرجين فيه ضمن خطة للتأهيل والتدريب لهذه الطريقة أو هذا النمط من التعليم بتأكيد طبعا لا يحدث تطوير في أي مجال من مجالات التعليم إلا ما بيكون الجزء الأهم من خطة التطوير والتعليم اللي هو التنمية المهنية للمعلمين حتى على المستوى التعليمي الجميع كمان يعني ما بقاش الأساد ذا بيدرسه مثلا في الكليات أو في الجماعات لا فيه دورات وفيه برامج تنمية مهنية ده مجال أكاديمي أكتر فبيكون النمط التعلم فيه بيكون مستمر طول الوقت لكن لو نتكلم على معلمين المدرس فالوضع بيقى مختلف شوية طيب على نفس برضو في نفس السياق فكرة نحن عندنا مشكلة مهمة جدا في مجتمع المواصل متعلقة بالتعليم طبعا ما قبل الجماعي وهي الدروس الخصوصية إيه الحلول أو إيه التحديات اللي بتواجهنا عشان نقدر نحن نقضي على هذه المشكلة طبعا مشكلة الدروس الخصوصية مشكلة مزمنة لها تاريخ طويل في مصر تحديدا وجرت محاولات كثيرة لمحاولة يعني الحد منها آه يعني الحد منها أو إيقاف هذه الظاهرة السلبية اللي بتأثر سلبا وبترهخ البيوت المصرية وبتأثر على يعني بطرهخ المعلم شخصي لما يكون شغلته للوقت نفسي للطلاب ربما يمكن المسألة دي مرتبطة بالتقويم وبالامتحنات يعني فكرة ثقافة التقويم والامتحنات إن الطلاب عايزين إنه يبقى المعيار الوحيد هو درجة في الامتحان درجة في الامتحان دي اللي بتحدد مستقبله وبالتالي فيه تنافس على أماكن محدودة في المرحلة اللي هي مثلا بعد السنواء العامة أو بعد الأدادية فده بيخلي فيه نوع من الصراع النفسي عند الطالب وعند وليه الأمر وبالتالي بيدخل السباء بواسطة دروس خصية فغيرنا ثقافة الامتحان ثقافة التقييم بحيث إنه هو يكون موزع مش مركز على فترة زمنية محددة ولا على معيار واحد وهو معيار التحصيل الأكاديمي اللي بيترجم في شكل امتحان لو كان التقويم مستمر بيئيس كل المهارات اللي ربنا يعني وهابها للإنسان من بينها التحصيل أو المعرفة اللي هي بتتم في الاختبارات لكن المهارات الشخصية والمهارات الاجتماعية ومهارات الأعمال نفسها دي ممكن تخلي المسألة تبقى يعني إجرائيا وأسهل وتغيير ثقافة الناس وأولياء الأمور والطلاب حول هذا الأمر ويصبروا شوية على أي فكر تطويري لأن برضو بقى فيه ضغط مجتمعي من أولياء الأمور بيصطدم بأي محاولة تجديد أو أي تطوير لكن التطوير يحتاج لوقته يعني مش عايز استعجال في التعليم بالذات محتاج وقت كافي ويبقى لدور أولياء الأمور المتابعة مش التدخل التدخل أحيانا بيفسد الفكر التطويري أو بيحد منه أنا أعلم جيدا أن هي يعني بتهم البيت المصري وأولياء الأمور ويبقى فيه نوع من القلق على مستقبل أولاده لكن يعني مزيد من الصبر تغيير ثقافة التقييم وبالتالي من غير ثقافة التقييم هنغير ثقافة التعلم نفسها مش تغيير ثقافة فالدروس الخصية ممكن تبقى تراجعة تفضل مش فكرة تغيير ثقافة فقط دكتور لأن أنا أعتقد اللي إحنا بما أننا بنتحدث عن حوار وطني إحنا كلنا محتاجين حالة مراجعة حقيقية محتاجين تغيير صورة ذهنية ونمط فهم كان سائد لسنوات وسنوات تغير بمتغيرات الأمور مش هقول الداخلية فقط الدولية أيضا فأصبحنا أمام حالة جديدة أمام اسلوب تكنولوجي جديد لابد أن يتم استخدام التكنولوجيا في العملية التعلمية لابد أيضا أن يكون هناك إدراق حقيقي من أولياء الأمور علشان يقدروا لهم يساعدوا أبنائهم وهنا نحن بنقول يساعدوا أبنائهم لأن الممارسات الماضية هي بتضر أكتر مما تفيد في حيات الأمر احنا كنا مستمتعين جدا بلقاء حضرتك هذا الكلام بنشكرك الدكتور محسن فرال أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة عين شمس شكرا جزيلا هنو في مجهود كبير جدا بتقوم بالأمانة الفنية للحوار الوطني عشان يكون في تنصيق على أعلى مستوى في تنظيم الجلسات والأفكار والموضوعات اللي بيتم منقشته خاليا انتبعوا مع حضرتكم اللقاء مع المستشار محمود فوز رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني محور المجتمعي يعني محور شعبي بامتياز زي ما كان عندنا جزء من الحوار في جلسات السبت والحد والتلات نخباوي شوية محتاج خبرة شوية النهاردة كان فيه بقى الحالات الواقعية والأمر الواقع والمشكلات العملية اللي ممكن تصور حقيقة ان قانون الولاية على المال وتنظيم الوصاية على المال من القوانين اللي بتتطبق كل يوم واحنا ما نبقاش واخدين بالنا ما بيحسش بهذا التطبيق إلا الشخص اللي بيتعرض لهذه المسألة اللي بيحكم الولاية على المال قانون 119 لسنة 52 القانون بقاله فترة طويلة مطبق محتاج مراجعة من حيث القيم المالية ومن حيث الإجراءات الإدارية طبعاً القانون في الأول وفي الآخر غرضوا حفظ مال اليتيم ودي يعني غاية نبيلة جداً يتعين يعني الإبقاء عليها ومحافظتها تماماً يعني لكن الحقيقة كثير من التغيرات المجتمعية حصلت في السبعين سنة اللي فاتوا توجب ان احنا نعيد النظر في بعض الإجراءات الإدارية والقيم المالية اللي موجودة في القانون كمان التطور المجتمعي اللي حصل والثقافي اللي حصل على المجتمع المصري انه هو بيخلي الولاية في حالة عدم وجود الأب للجد وايهم أولى الجد أو الأم باعتبار ان الأم هي الطرف المعايش للطفل مرة يعني بشكل مباشر وبشكل مستمر كانت محل نقاشه نهاراً حقيقة كل الأراء النهاردة تقالت الرأي المؤيد والرأي المتحفز والرأي المعارض الحقيقة تميزت النقاشات بحاجتين رقم واحد احترام الوقت واحترام أداب الحوار والحديث فلم يقاطع أحد لم تستخدم لغة غير لائقة إنما كانت تعبير عن الأفكار والاختلاف مع الأفكار مش مع الأشخاص ده رقم واحد كان يعني الحوار كان راقل حاجة تانية انه تميز الحوار بأنه هو بدأنا نسمع حاجات عملية النهاردة كنا بنتكلم عن أبليكيشنز لتقديم طلبات بنتكلم على هل هو إذن ولا إختار في حدود نصاب مالي معين هل ممكن إن احنا نوسع قيد يعني دايرة الفحص شوية بالنسبة لكشوف الحسابات لما النيابة العامة بتفحص يعني بتفحص كشوفات الحسابات دي ممكن نوسع القاعدة دي شوية والنيابة العامة ممكن تستعين بجهات أخرى برضو تحت إشراف وولاية النيابة العامة الحقيقة كثير من الأفكار كانت أفكار عملية إحنا طبعا في يعني في الجلسة الأولى عندنا في بداية جلسة تانية في خلال يعني وقت بسيط يعني وقادينا بس الحقيقة يعني الحوار كان كويسا معالي المستشار يعني واضح أنه هي في حلولة ابتدت يعني تطابق زي ما نقول كده أرض الواقع وممكن أن يتم تنفيذها على الأرض الواقع هل ممكن يكون فيه مؤشرات لتوافق مبدأي ولا ممكن نقول إن احنا لسه في البدايات ونسه محتاجين وقت أكثر الحقيقة اللي أنا شفته من ردود الأفعال بتاعة الحاضرين النهاردة في قضية الوصاية على المال يمكن بسهولة شديدة بناء توافق لأن المشكلة كثير من الأسر بتلمسها الحلول المقترحة حلول عملية لا تكلف كثيرا إنما هي بس كانت محتاجة تسليط الضوء والدراسة والمنقشة أنا متوقع أن يبقى فيه توافقات على كثير من البنود الأرض